في اطار اهتمام سموه الدائم والمستمر بكافة ما يتعلق بالمجال الاعلامي والصحفي التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة التقى بنخبة من قادة المؤسسات الاعلامية بالدولة ورؤساء تحرير صحف المحلية وعدد من الاعلاميين حيث تبادل سموه معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك دعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين بالخير واليمن والبركات واشهد صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة القاها بهذه المناسبة بجهود الاعلاميين في مختلف الاجهزة الاعلامية وبالاقلام الكاتبة وبالصحف اليومية في الدولة يبال يوم يعني يوم يعني يعني يحسب للشيخ سلطان اللي ما آثر هذا اللقاء لنفسه يعني قال بعد الكل يأتي فالحمد لله يعني مغضم الموجودين يعني في هذا اللقاء هم أصحاب الكلمة وهذه الكلمة في الأساس هي أمانة يعني إذا خرجت لا يمكن استرجاعها نحن يعني نشكر الإعلاميين ونشكر أصحاب الأقلام هذه اللي تكتب والكتابة هنا نحن نتمنى أن من يكتب لا تكون يده مرجفة تكون يده ثابتة فلذلك يعني مسؤوليتكم مسؤولية كبيرة نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ونتمنى أن ألسنتكم طريقة ونتمنى كذلك لأقلامكم حرة لمنفعة الناس وما بيأتي بالقراءة بالنظر له الوقع في القلب ولذلك نحن لسنا من أصحاب الذين يقولون يعني تعادون الكمبيوتر تعادون هذه الوسائل الحديثة هذه المسألة ليست معادة إذا كان هذه الوسائل تخدم المجتمع وتخدم العمل ما بهم يعني لكن هنا في فكر والفكر لا بد أن يكون له نوع من الاستقرار حتى يكون وقعه في الذاكرة جيد فنوصي نحن بالكتاب أملي في هذه الأمة أن تنهض ولذلك أنا أطلب من من الصحافة ومن الإعلاميين يعني ساعدونا نحن في هذه الكلمة ساعدونا في الكلمة الصادقة ساعدونا في إنهاض المجتمع والنهوض بالأمة ونكون بعيدين عن عن أمور نختلف فيها نحن نقول هنا الثقافة والثقافة لا تدخل في هذه المغاترات والسياسة والكذا لا لا الثقافة يعني هي الوجدان النفس ونأمل إن شاء الله على مدى السنوات القادمة يعني إذا الله أعطانا عمر نشوف إن شاء الله هذا المجتمع يرتقي فنحن نأمل من الكل وهذه دعوة لكم حتى في الكتابات في المقالات يعني ف يعني تخدم المشروع اللي أنا يعني فكر فيه من من زمان يعني والحمد لله يعني نحن هنا في هذا البلد يعني نعتني بالطفل نعتني وليس للطفل يعني نعتني بالسيدة التي حاملة لهذا الطفل ونعتني يبقى لأبو لهم نشوف أين عشان هذا يطلع وهذا يعني أنا من الناس كان سان مصلح اجتماعي مشاكل اللي كانت عندي وعنا مش من الناس اللي ينتظر خبر يطلع للا أنا أبحث أبحث حتى عن المشاكل أبحث يعني نحن عندنا مشكلتنا الأساسيين الإنسان يعني الإنسان يعني مش فقط مسألة عيشه وسكنه لا حتى مشكلة خاطرة ما ينكسر ليش لأن هذا السيف إنه انتلم ما يقطع فهذا لو كلمة كسرت ما يعود إنسان هذا أنا ما أقبل واحد يجيني في المجلس ويجلس أقول والله إذا ما طلعت نزل تحت ولذلك نتمنى إن شاء الله هذه كلها تعود ويعود الحميمية أنا قلت كل الناس متولهين عليك والله أنا أكثر أريد أخذكم بالأحضان طلعت أخذهم بالأحضان لأن هذا واقف لا لا الشيخ لا 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 قلت يديهم بيني وبيننا قلت طي متى بتخوز هذه فأحضان عليك فضل الله سبحان الله الحافظ لكن الحمد الله تمنى إن شاء الله عافية لكل شخص بدورهم ثمن سادة الحضور وعلى رأسهم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ثمن هذه اللفتة الطيبة بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة والاستماع لتوجيهاته ونصائحه مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية رفع الوعي المعرفي للإسهام في إصلاح المجتمع وتوجيه شبابه إلى ما يفيد وينفع